اشتركوا في القناة محمد مساء الخير مساء النور تحيي المستبعين إذن نوصلنا لأول دورة أولمبية اللي غدية تحضر لها اللي هي دورة دي لسيدني أستراليا 2000 طبيعي الحل بدأنا عارف واحد قديس محمد بحكم العلاقة دي لماك طويلة بإنك نوقع لكم مشاكل قبل ما تمشي لسيدني في الفيزا تحكي للمشاهدين هو تقريبا نفس المشاكل تقريبا اللي كانت قبل ما نمشي للمونديال اللي رضا وتسايفي وليد المتحدة الأمريكية ولكن هاد الشكل هاد المرة كانت واحد الشكل اللي يعني كثير كثير بزاف أول حاجة كان خصتك تاخد الاعتماد وكان المغرب في هذه الدورة جاءوا خمسة الاعتمادات خاصة بصحفة الصحفة المكتوبة من التليفزيون والإداءة عندهم وكان خصتك تاخد لنا أول مرة كان نطمح باش نغطي دورة أولمبية كان من حقي لنا منذ السنوات وانا كنشتغل فتقدمت بطلاب طب الحال اللي كان أنا دا كرئيس الجمعية واللي كيجيب عنده الاعتمادات هو نجيب سلمي اللي معروف سيد حجاج فقلت له طلاب استشرت مع مدير الجاردة أنا ذاك نبيل الله عبدالله قلت له قال يام زيان قلت له رأى بان نغطي ألعب أولمبية قال يام زيان ولكن شرط واحد أنك التمويل أنك الجاردة من قلت تمويل لك بحلة قلت له قلت له قلت له قد نشوف فعلا أول خطوة هي مشي تخذرت الاعتماد جدتوا الإدارة دي الجاردة وقعوه سيفتنا اللجنة الأولمبية الوطنية والجنة الأولمبية الوطنية تحيلوا على الجنة الأولمبية الدولية بدت كندير خطوات دي الحصول على مستشار للتمويل هذي ما تكون مكلفة لأن أستراليا غير البيضة في ورغم يعني بحث تامن يعني باهب فخضم هذ هذ البحث البحث و برز الوطنية قلتوا تد الأمور يعني يعني استفحالا بدت قول فكانت الهجمة منظمة لدرجة للأسف نخارط فيها واحد ممكن نسميه كذلك y y بعض x y انا هذا مسؤول في الجريدة من ناحية التحرير كان كونجي باقي نذكر ورجع قطع كونجي دياله ورجع وكتب مقال في الصحر الأولى ديال الجريدة اللي أنا اللي غد نبتلها ولينا دعا مسؤول فيها للأسف هذي بقات يعني نقطة صوداء أن رئيس تحرير ديالك أنه يجي ويقطع الكونجي دياله ويكتب مقال كيفاش توزع هذ الملفات ولا التحريدين من x ونخرط فيها صحة في واحد آخر من القيدومين كذلك اللي كان افتخروا بها واللي كان تمنوروا الشفاء العجيل حاليا أنه كذلك اكتب وحتج كيفاش توزع بلا ما تسمي ذا قطع x اي g z قلت لك بنا كتعرف والهواميش كتعطر عليك زا المهم سمع انو خديتي تحدي دائما تحدي خديتي الاعتماد وصلت لتمويل قدرت اتصال مع واحد الانسان رياضي كانت عندما مسؤولية في واحد مؤسسة كبيرة قال لي بالحرف ممكن ش نقول الروح لي والجال دي تلبيان لا اكس سمع بيننا عندنا وعد بيننا غادين ناخدو الاشهار مشي عندو قال له كانت غير في الادارة المودي غادي يمشي روح لي غادي ياخد فلوس غايم والاشهار داك ما يمش في التقطيات لان كانت اتفاق باش الاشهار يدوش في التقطيات ينوز مصاحب لانتقطيات ديورك من استراليا بالعربية وفرنسية فهذا كمدير مسؤول على المؤسسة ولا دخلو الشك طبع وعدي مجلس إدارة اللي وافقه بشروط وابتفاق فكانت مشاكل كثيرة لدرجة يضطر النبي لبعض الله وهو يستعد باش يغادر الجريدة تصل بالمؤسسات وقلي ما انا كمسؤول كن وعلك فعلا اخر لحظة يوم قبل رحلة قبل اقلاع نحوها استراليا عدا خدت الشيك والشيك تخلي الحساب للجريدة خرج من الجريدة والبانكة تصد في الجوج والبيض في غير فيها الريزرفاسيون يعني واحد الماراتون مسالة هاد استغس بزاف والغد عندك البول كيف خصك تصرف خصك تفالي البيض غير تمشي الريزرفاسيون اخر لحظة بزاف الحواج البانكة غير تصد في الجوج كانت توقيت الصيفي يعني واحد الماراتون علش حسابات خاصة وحسابات شخصية والنرجسية اللي في حقها معدلت هل أنت سمع بلدك لبقى لبقى صحفي مهاني عوض من توجد الألعب الأولمبيا وتقلب لها إحصائيات والتاريخ والوطائق والرياضي المغرب والمغرب وشكل أرمال وتوجد دي بورتغي وإذا نتك تضرب على الفيزا والشيك وإذا الفيزا لم يكن مطلوب لأن هذا البارج أولمبيك وكي عوض الفيزا وكذا البارج هو في شي لا هو هذا الاعتماد هو هذا الاعتماد إذا المهم المهم قلع الطيار لا قلع ذاتا عرفتي كيف تدخل في الليل وخص توجد حواج قلع تصبح قلع تمشي في الريحلة الريحلة طويلة فرأسك الريحلة شحل مثلا 25 ساعة مجموعة 25 ساعة كيف رحلة درناها انطلاق المقدار بيضاء درناها لأبوظبي نزال طيارة بدلنا طيارة ساعة رحلة للبحرين تمك قلصنا بتنا في البحرين كان معنا كنتذكر حنا كنا واحد وفت صحافي اللي كان فيه كان فيه بو عراب اللي ما كان شاعده الباج مشا بفاكس واحد معجيز ذا ك بو عراب كان مشريف لاما كان ناجي ناجي ذا لخبة كان جربوا زرارة فؤاد حناوي ميديان كان لحمد صبار تقريبا تقريبا هالشي اللي كان وكان معنا بو عراب بو عراب لأنه آخر اللحظة عطاه ناجيب السلمي الوعد بأنه يأخذ الباج دياله ومشب فاكس والفاكس محي وكان وكين إنه بيقاف البحرين بتناف البحرين ريح اللي درنا كان معنا القاديري المدريد ديال كريم العلاني ديالتينيس فالوقت لي جا السيد مسؤول على الطيراء الخليج اللي كان هذك الساعة مشنا في طير الخليج مشنا بنصف المبلغ كان تخفيض هذا السيد ديال الطيراء اللي كان مسؤول باش يتكلف لنا بإقامة ديالنا شفق قاديري عنده بيزنس كلاس كيس حبلين الوفد كل وعنده بيزنس كلاس مشنا كل في وطيل يعني فاخر وهذا في الاياب نتابه وبين نار ما عندناش بيزنس كلاس مشنا وطيل أقل أقل مثل حي تصنيف مثل بتنات ملاك مزيان الصبح إقلاع من البحرين لسنجابور ففي المطار وقف واحد سيد أو في طيران الخليج قال بالحرف اللي ما عندوش هذا الباج ما ديش يطلع بو عرب كان عدوه فاكس قال نفحك كل شي عندو كل شي عندو يلا هزوك ما عرفش بينا كيفاش هذك السيد ما شافش بو عرب إنه عدوه فاكس كان غادي يبقى سمعك بعد أن وقع لي في المطار ورغم هو عندو الفاكس يعني زهم و غادي يبقى بو حدو سمعك شد صف في المطار بخاوي وكان كل واحد شد في القيش باش يطلع الباسبور ديالو وانا كان واحد السيد عند الشرطة وانا هنا واحد أخير أخير محتار بالله صف الأول وضرب فيه ودخله مش تحتجيت عليه قل ما عندك الحق قلي علاش قل ما حتار نتيج الدور ديالك قل يا في الدور حنا لغيناه قل له هذا الدور يتلغى في الدول متخلفة فهو تفاجئ هذا المسؤول وهذا الشرطة يتفاجئ وباقي كان مذكر مصطفى بدري كان ورايا كيهوز كيقول لي روح لي خليه يدوز خليه يدوز ما عرفوه لا ما عرفوه ممكن قال لك في الدول في حاله يدير لك شي حاجة وتبقى هنا قال إن هو قد اشتغل في قطر سنوات قال لك ممكن في الدول لا يدير لك شي أي حاجة ويبقى هنا ويبقى مشكل كتير خليه يدوز ما يدر ترد فعل مطابعي ولكن فكرتم زيان فعليا ما نديروش إنها مختارش الظروفة فقلع الطيارة مشينا نزلنا 8-8 ساعة خليك سمو عن فات الحلقة هذه أنا خليه في السماء في البحرين لا ما في البحرين في سنجافور غادي الأستراليا ونكمل في الحلقة الجي إن شاء الله متابقنا أنفس سبو موعدنا مع الحلقة القادمة ومعا سمو حمد روح لسندبال الصحافة الرياضية في الطريق إلى أستراليا ألعب أولوبية 2000 اشتركوا في القناة